أحد الموتettedبائك تقول كيف تعتبر هذه العطل و أنا بانسبة لي ليس غطلة داري كل شي مقلوبة و كلها مقلوبة ولداتي الزقاء لم يكن يستويش نهائيا لم يسبح الحال حتى ينفسوا سبحان الله فتنقر ليقعد بديك أن سيرسحوا فيه داري دي ما تلقي حاجة في ملاستها الكتب مروني كل شي مرون بالنسبة لي لي ليس غطلة و أنا أعتبرها جاحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أقول لكم العطلة كيف تدز عندكم أنتوما هذا سؤال ضروري يجبوني به في كومنتر وإذا كانوا أمهات يقولوني العطلة كتفت عندهم واذا العطلة؟ عبارة عن راحة أنك ترتاحي وليدتك عند قدامك تضميهم وتحفظيهم أو العطلة بالنسبة لك جاحيم أنها يعني صداء وروينة وعدم انتظام في الأكل وعدم انتظام في النوم وبنسبة لكلمة مجددا أو الثاني حتى بنسبة لكم كيف تدز عندكم واذا العطلة؟ هي غي حفظة حفظة أو العطلة شوية حفظة شوية نتاحة واذا العطلة غي ناكلون نعس كيف تدز عطلة بنسبة لك انتيا هذا الفيديو هذا حاولت نديره من خلال مجموعة من الاتصالات ما بين العائلة وما بين صديقات ديالي كل واحدة وتهضر يعني ركو عارفين نحن في العطلة كل واحدة تقول العطلة كرها عيشها مع ولدتها على فكرة واحد الأخت قالت لك أنا بنياتي نتفضه نتفضه في هذه العطلة الفروض بزاف الاختبارات يعني على الأبواب قال لك خصنا واحدة العطلة أخرى لكي نرتاحوا بهذه العطلة يعني من خلال هذه الهضرة أهد السيدة هذه يعني كتقول بأن ابناتها يعني ولا ولداتها راهم غير يحفظوا يحفظوا بغي واحدة العطلة اللي يسترحوا بها بهذه كترة لحفاظة بالفعل كانت لقى واحدة مجموعة المجدين اللي يراجعوا الدروس ديالهم وهذه فكرة باش ننبهوا الناس اللي راهم هاملين دروسهم واللي راهم ممسوقين شربة مغدي سنة وقتا نهار الأخير نهار الحد ولا نهار الأخير لتاع العطلة قعد غادي تبنيهم طبليتهم فين راها مرمية ولا كتبوا فين راهم مرميين من خلال هاد الهضرة هادي كان كتشفوا بأنه يعني بالفعل تلامد لمجدين واللي بغيين يقرأوا راهم غادي يستغلوا هاد العطلة في الحفظ والمراجعة ولكن بنسبة للآراء مجموعة الاساسدة والمجموعة الناس اللي يعني فايتين في التربية فايتيننا في التربية وفايتيننا في التجربة بالفعل هي العطلة عطلة للمراجعة عطلة للهدوء من نوع آخر عطلة للسكينة من نوع آخر ما نقولوش العطلة سنشدها حفظة حفظة يا بنتي بيان راهم راهم مهمة راهم عطلة راهم نصور نصور هذا الفيديو نلعب معك وطبقت هذا الشيء اللي راني نقولوه الحمد لله راعة بحكة بالنسبة للعطلة بالنسبة لجميع الأمهات نقول لكم بأنه مش عطلة غير الحفظ مش عطلة نسمحه في كل شيء هذه العطلة نستغلوها ننضم نفطره على خاطرنا ولا كنا نضم على السبعة نقدم نضم على الثمانية ولا نضم على التسعة نفطر مع وليدتنا معها يعني بخاطرنا كذلك العطلة ووقت للمراجعة لأن الفروض على الأبواب نخصوا ماليش تكون 24 ساعة غير النوم والماكلة يعني كين أوقات اللي نقدم نعصوا فيها كين الوقت اللي نخصوا فيها راحة يعني أننا نجمعوا مع بعضياتنا أننا نكلف طبس الواحد مجموعين ربما ذيك الوقت تتعلى القرايا كل واحد كي يكون بوحده كل واحد فقاشي يدخل كل واحد فقاشي يخرج ولكن نستغلو هذه العطلة باش نتلمو على طبس الواحد حنا المغاربة هذه هي الألفة والمودة ديالنا في هذه الوقتة هذه تطلق أنه كل شي يتلم يكلف طبس الواحد نستغلو الفرصة أننا نجتمعوا مع بعضياتنا نستمعوا لبعضياتنا أكثر نتفاهموا مع ولدتنا أكثر وليما لا نحاولوا نستمعوا لهم ونشوفوا شخصهم راني ديما كنقول أشخصكم من ناحية المعنوية من ناحية نفسية وليس من ناحية المادية فقط ونجدد نقول لكم في هذا الفيديو هذا بأنه نعود وليدتنا على أخويجات بزاف نعود وليدتنا على القراية منذ الصغر باش كي يوصلوا لمرحلة الإعدادي ولا لمرحلة التانوي ما يتلاقوش واحد صعوبة هيا بيان سوف تهديركم وردائي شكرا بنتي نستغلوا الفرصة أن نعلمهم يقرؤوا على صغرهم يتلاقوا واحد الصعوبة في القراية والقراية في العطلة تكون بنظام نحاولوا مع أولدة ننضير واحد البرنامج واحد البرنامج اللي يكون يساعدهم هم ويساعدنا حتى تحناية باش من من رهقوهم شون ترهقو حتى تحناية معهم وما تقوليش ذلك العطلة أنها واحد المتنفذ باش نغيرو الروتين يومي نغيرو الجو ديانا وهذا الشي ما يمنعش أنه اللي بغي يسافر يسافر اللي بغي يمشي يشوف العائلة ديالي ويشوفها رغم الشي اللي يسافر أنه ما غادش يقرأ ولا يمشي بلصة بعيدة أنه ما غاد يغير حتى حاجة بالعكس رغم الجو مزيان وحتى اللي قد تفضروني ما لا نغير الجو بغي بخرجها مرة مرة أو لا حتى الضر ديالي ما فيها حتى شي مشكل كي ينبزر فتع الأدوات وكي ينبزر فتع الحوائج اللي نقدر نوفر بهم السعادة لليا وللوليداتي بارة سلبية كترددها الأمهات بكثرة الكتب ديالو دي ممرونين بيتو دي ممرونة الضر دي ممرونة هذه العبارة هذه نتمنى لك سيدتي ما تكتريهاش وما تكريهاش بزاف حتى اينا منكم اينا اخطراتي يجي واحد النهار اللي نقدر نتعصب ونقولها ولكن ما نكتروهاش بصفة يومية الفوضاء ولا البيت التاع ولدك ولا ما كانش منضمه واحد النهار ولا ما كانش منضمه في وقت العطلة أرى هذا ماشي دليل على أنك يعني إنسان ما منضمش في حياتك ولا إنسان أنك ما ربيتيش بالعكس وليداتنا خصهم يلعبوا وليداتنا خصهم ينشطوا لا عيب عمره ما كان عيب الفوضاء بالألعاب ولا الفوضاء بحويجات عادية تاع الوليدات الصغر ولا تاع الوخالة البنت كانت كبيرة يعني فلاشتها المراهقة ولا في مرحلة تاع الجامعة ولا كانت ترونت بيتها واحد المرة ولا ترونت بيتها طول العطلة ولا في واحد الوقت اللي بغية تنفس بغية كما نقول بغية ترون باش تقدر تعيش واحد ما شكا نقول لكم بالفوضاء أننا قد نعيشو حويجات زينين ولكن كيجيوا أوقات للإنسان ربما كايمل ربما في ذلك الفوضاء عيش واحد المتعة اللحاظات معينة ما ننخرموش هذا المتعة من ولداتنا وإحنايا كذلك ما نكونوش أمهات اللي غير كل شيء يكون مرتب كل شيء يكون منظم كل شيء الفوضاء لا يبغيها حتى واحد بالفعل ولكن ذلك الترتيب والتنظيم اللي يوصلني أنني نكون موسوسة فيه هذاك يقدر يخرج علىك سيداتي ويخرج حتى على وليدتنا أيضا واحد البعطارة قليلة رغم رغم ما غدي تدي منك ربما واحد البسمة واحد السعادة غدي يعيشوها ولداتك وما تحرميهم منها لك سيداتي أنك تشوفي البسمة في وجه ولدك والفرحة في عيني كتلمع خير من أنك تشوفي بيت مرتبة والبيت مرتبة وربما تحسنتي بحالة نفسية ولدك معبزو دائرها يعني ما قد يدير حتى حاجة ما قد يتحرك هذيك هي الطامة الكبرى كنس سلبو لولداتنا لابتسامة وربما كاينين حويجات اللي هما بساطة اللي قد يزرعون واحد العصبية واحد عدم الحب واحد عدم الاحترام في المنزل ربما بأشياء بسيطة اللي تقدر تديرها بنتي ولا ولدي كاينين اللي ربما يقطع لغيجات وربما يطلق حقيقة استعلمة نلتخون نضرب ونوصل الدراجة بتاع الفوضة غير بالهضرة غير بالنفسيتي اللي مكمشة غير بشي حوجات اللي ربما بساطة كنكبروا فيهم ونكبروا فيهم ومن بعد كاينين اللي قطع جاكيتا ولا هرز كاينين اللي يقطع طريقه بشافيها كاينين اللي ذاك الكاس عوض ما يتيح له قطع له يده كاينين يعني دي ما نشوفه بأنه كان شي حاجة اللي غادي توقع أسوأ من ذاك الشي اللي وقع باش نقدو نبرده ونبرده في ذاك اللحظات تاع الغضب ما يمنعش هادشي انه كان شي حوجات اللي كيعصبونا فيهم وليداتنا ضغط تاع الحياة والضغط تاع الحاجة يعني تاع بزاف تاع الحويجات والمهام اللي كنقومو بهم كيخليونا دي ما مسترسيين كيخليونا دي ما يعني تحت أعصرنا ولكن دائما خصنا نكترو بالذكر ونكترو كذلك بالحويج اللي قدوا يكلمونا ويهدنونا وما كانش بالاستيعانة بكتاب الله العزيز وما كانش ماكتر بالاستيعانة بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الاستغفار والذكر إليك سيدتي يعني هذه مفاتيح جربتها أنا يعني تجربة وكنقلها احتى ذلك واحد الحاجة ننشر لها أنهم مزيان كونوا متسهلين مع وليدتنا مزيان كونوا يعني يعني عاطينهم واحد الحرية اللي ماشي هي حرية كاملة وإنما حرية مقيدة أحيانا لحقش وما صغار بزافتة الحواج ما كيعرفوهمش ولكن خصنا ضروري في وقت الحزم حزم في وقت يعني كيديروا أخطاء مثلا يعني كيدكدبوا ولا كيديروا شي حويجات اللي تقدر تعود عليهم مستقبلا ولا غدا تعود عليهم بالمضرة ضروري أننا ننبهوهم ونكونوا حازمين معاهم ماشي يعني كما نقول احنا بالدريجة ديالنا يطلقوا السبا والسبا على طول لا نحزموا في الحواج اللي يحتاجوا الحزم وفي الحواج ضحك نضحكوا معاهم وفي التالي كيبقى وليدتنا وفي الكلادات ديال الكابيت ديالنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر